هنتكلم دلوقتي على نظرية من نظريات المهمة جدا في الاتصال وهي نظرية القيمة الوسطى Intermediate Value Serum وخلي بالك ان فيه بعد كده ان شاء الله هنقابل حاجة اسمها في التطبيقات على الاشتقاق نظرية القيمة المتوسطة نظرية القيمة الوسطى بتقول ايه؟ لو عندي دلة Y أو F أو X متصع على فترة مغلقة من A إلى B فانها تكون متصع على اي فترة جزئية منها الكلام ده بيقول ايه؟ لو انا مثلا جيت هنا كده وده محور X وده محور واش والدلة بتاعتي مثلا بالشكل ده معرفة من A إلى B فالدلة بتاعتي متصع على الفترة مغلقة من A إلى كام إلى B خلاص؟ طيب لو انا افترطت ان هنا دي كده ده طبعا قيمة الدلة عند الA وهنا قيمة الدلة عند مين؟ عند الB يبقى الفترة من A إلى B هينظرها فترة على محور واش بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي لو انا افترطت ان فيه فترة جزئية اسمها C وD جزء من A إلى B يعني مثلا الس هنا والD هنا طيب وكان ايه بقى؟ كان D بتمثل Y1 اللي هي قيمة الدلة عند السي وده وي 2 اللي هي قيمة الدلة عند مين؟ عند الD يبقى تاني لو افترطت ان الY1 هي قيمة الدلة عند السي والY2 هي قيمة الدلة عند مين؟ أي أن الفترة اللي اسمها C و D ينظرها فترة اسمها Y1 و Y2 بغض النظر بقى هنا D أنا متأكد أنه أكبر من C لكن هل Y2 أكبر من Y1؟ لا مش لازم طيب فإنه يوجد عدد X0 في الفترة من C إلى من إلى D و Y0 في الفترة من Y1 إلى Y2 بحيث تحقق أن أكيد Y0 هي تأثير F على X0 يعني هلاقي هنا نقطة نقطة هنا X0 هينظرها عدد بين Y1 و Y2 نقول تاني هنا سيوى دي هينظرها هنا Y1 و Y2 لو لقيت هنا عنصر اسمه X0 يبقى أكيد هلاقي له مناظر Y0 موجودة في الفترة من Y1 إلى Y2 السؤال يجي عليها إزاي؟ حقق نظرية القيمة الوسطى للدالة الأثالية أو الدولة T F في X تساوي X تربية ناقص 2X على الفترة من صفر الكام على الفترة من صفر إلى 6 يبقى صفر و 6 دي اللي هي بتمثل A و B طيب أنا عايز أختار فترة في هذه الجوة الجوة الفترة دي اللي هي 0 و 6 فأنا ممكن أخذ السي والدي مثلا 2 و 3 2 و كام و 3 طيب سؤال بقى اللي 2 دي نظرها مين؟ F عند اللي 2 أنا هسميها Y1 بكم F عند اللي 2؟ 2 تربيع ناقص 2 في 2 اللي هي تساوي 4 ناقص 4 بتساوي 0 يبقى Y1 بتساوي كام؟ بتساوي 0 طيب Y2 هتساوي F عند الثلاثة اللي هي 3 تربيع ناقص 2 في 3 3 تربيع بتسعة ناقص يبقى دكتا كام؟ 3 يبقى الفترة اللي هي من 2 ل 3 اللي أنا جنتي ما سميها C و D هينظرها Y1 و Y2 اللي أنا بكم؟ بصفر و 3 يبقى أكيد أكيد لو أنا اخترت عدد بين اللي 2 و 3 اللي هي هسميها X0 هلاقلها مناظر لها بين الصفر وال 3 اللي هي من اللي هي Y0 وليكن وليكن هاخد X0 دي مثلا بكم؟ ب2 ونص اللي هي 5 على 2 نشوف مع بعض كده يبقى F على 5 على 2 هتساوي 5 على 2 تربيع ناقص 2 في 5 على 2 هتساوي 5 على 2 لها 25 على 4 ناقص 10 على 2 هتساوي 25 على 4 ناقص لو ضربت فوق في 2 بقت 20 على 4 يبقى كامدة هيساوي 5 على 4 الـ 5 على 4 دي لازم هلاقيها موجودة بين مين بين الصفر وال 3 اتلاهت